السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفية التخلص من النمش في اليدين بداية سوف أقدم لكم بعض الوصفات أو بعض الأمور التي سوف تساعدكم بداية سوف نستخدم عصير الليمون ونستخدم بعض المكونات الأخرى بداية عصير الليمون كما نعلم بأنه يساعد على التخفيف من وجود النمش في مناطق الجسم المختلفة وخاصة في اليدين حيث يتم توزيع عصير الليمون على المناطق المصابة بالنمش ويترك على اليدين تقريبا لمدة 15 دقيقة ومن ثم تخسل اليدين بالماء ومن ثم ترطب لأن الحمض الموجود في الليمون يؤدي إلى جفاف البشرة ونستطيع استخدام قناع الببايا وكما نعلم نقوم بجلب الببايا الناضجة أو الخضراء لنتخلص من النمش المنتشر على اليدين نقوم بهرس الببايا سواء في الخلاط أو في أي طريقة أخرى حتى تتشكل لنا عجينة نائمة ومن ثم توضع هذه العجينة على المنطقة المصابة بالنمش ونقوم بتركها تقريبا لمدة نصف ساعة ومن ثم نقوم بغسل اليدين بالماء مع إمكانية أيضا إضافة عصير الليمون بالطريقة الأولى التي ذكرناها فبالتالي نقوم باستخدام وصفة كأنها وصفتين فتكون أفضل بشكل كبير جدا فهذا ملخص بسيط أتمنى لكم دوام الصحتي والعافية إلى اللقاء